اشتركوا في القناة الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتذا بهديه واستنى بسنته وقتفى أثراه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مرحوم وتفرضقنا بعده معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروم ويتقبل منا وياكم سائر الأعمال إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير واليوم بفضل الله عز وجل مع نسمة جديدة من نسائم الأنس التي خصصنا لها هذا البرنامج الطيب ومع توبة المستأنس هذه الحلقة بهذا العنوان من الحلقات المهمة جدا وأبدأ بهذا السؤال هل المستأنس بالله عز وجل معصوم من الخطأ وهل يصح أن نقول هذا العنوان توبة المستأنس نعم المستأنس بالله عز وجل يعني من ذاق لذة الأنس بالله عز وجل ليس معصوما قد يأتي عليه فترة فتور ليس الإنسان دائما يكون في زيادة إيمان الإنسان كإنسان يصيب ويخطئ ويطيع ويعصي ويعلو ويسفل والإيمان يزيد وينقص والإيمان الذي لا ينقص وإيمان الأنبياء إيمان في زيادة دائما وأما إيمان غير الأنبياء فيزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالقرب من الله عز وجل وينقص بالبعد عنه حتى لو كان البعد بعدا يسيرا حتى لو كانت المعصية معصية صغيرة ليست من الكبائر نما هي هنات لمم كما أخبر الله عز وجل حتى لو كانت لكن المطيع المستأنس بالله عز وجل يقلقه هذا ويظل يلوم نفسه طويلا كيف بعد أن وصل إلى مرحلة عظيمة مرحلة طيبة جدا كيف بعد أن كان يصوم 2 والخميس و3 أيام من كل شهر أو أيام القمرية كيف بعدما كان يقوم الليل بعدما كان يستغفر بالأسحار بعدما كان يوقظ الناس للصلاة كيف بعدما كان يأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل بعد أن كان يتصدق بعد أن كان وكان 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 كيف يحصل له هذه الانتكاسة كيف يحصل له هذا القصور حتى أنه يقول من أنا أنا لست لست فلانا الذي أعرف نفسي كيف يعني انحططت إلى هذه الدركة يظل يلوم نفسه يلوم نفسه وهذه مرحلة بفضل الله ليست سيئة طالما أن عندك لوم أن عندك لوما لنفسك وأنك عندك إحساس فهذه حالة صحية إيمانية كان الصحابة يلومون أنفسهم وما كانوا معصومين كان بعضهم يعصي الله عز وجل ونقول هذا حتى نعرف الناس أن الصحابة لما عصوا كانوا قد ضربوا أروع الأمثلة في التوبة إلى الله عز وجل وليس هذا فتحاً لبابن الصحابة يعصوا لا نقول الصحابة البشر يصيبون ويخطئون وعندهم طاعات وعند بعضهم بعض المعاصي لكنهم ضربوا منهم من سرق ومنهم من من زنى لكن هذه نمازج قليلة جداً لربما قدر الله عز وجل على بعضهم هذا حتى تقام حدود الله عز وجل وإلا لو لم يعصي أحد من الصحابة لو لم يرتكب أحدهم معصية شرب الخمر لما كان هناك حد الخمر في الواقع ولقال الناس النبي عليه السلام لم يضرب أحداً النبي عليه السلام لم يطبق حد شرب الخمر فكان من قدر الله أن يشرب بعض الصحابة الخمر حتى يقام الخمر حتى يقام حد الخمر وكان من قدر الله أن يزنب ويزنب بعض الصحابة وبعض الصحابيات حتى يقام حد الجلد لغير المحصن أو المحصن وحد الرجم للمحصن هو المتزوج كان لابد أن يكون هناك قتل حتى يكون هناك حد القتل القصاص وإلا لقالوا لا ليس هناك حد القصاص فما طبقوا النبع السلام فهذا شيء نتلمسه من الحكم التي قضى الله عز وجل بسببها المعصية على بعض الصحابة أما وقد حصل هذا فقد ضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة وهم أكثر الناس استئناسا برب الناس سبحانه وتعالى أكثر الناس استئناسا برب العالمين بل أن بعض الأنبياء يعني وعصى آدم ربه فغوا وسيدنا موسى عليه السلام قبل أن يوحى إليه قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون واعترف بهذا سيدنا موسى عليه السلام لكن هذا قبل أن قبل أن يوحى إليه فإذا كان هذا جاز على بعض أنبياء الله عز وجل وعلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يجوز ذلك على من هم ليسوا بأنبياء وليسوا بصحابك نعم يجوز وحصل فعلا فإذا هذا الأمر أيها الكرام أن المستأنس قد يعصي نعم يعصي ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول احفظ هذه الأبارة ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ممكن تحجي ممكن تعتمر لكن عندك عزة نفس عندك افتقار عندك مباهة بالمعصية عندك احتقار لغيرك عندك رياء عندك رياء تباهي وترائي بطاعتك لله عز وجل فتحت لك الطاعة لكن للأسف لم يفتح لك القبول لأنك أسأت أسأت في هذا لا تغتر بالطاعة وكما قال بعضهم لا تفرح بالطاعة لأنها صدرت منك لكن افرح بالطاعة لأن الله ساقها إليك وراضيك أهلا لها مش أنت بشطرتك وزكاءك وفهلوتك أنت بتقرأ القرآن وصوتك جميل وأن أنت بتحج وتعتمر وأن أنت بتزكي وأن أنت بتبرض والديك لا لا ده كله بتوفيق الله افرح بذلك لأن الله عز وجل راضيك أهلا لطاعته فإن أخلصت لله عز وجل وكنت على الصواب قابلك الله عز وجل وفي المعصية ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول رب معصية أورثت زلا واستكبارا خير من طاعة أورثت عز رب معصية أورثت زلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا شوف الكلام في معصية ممكن هذه المعصية تجعلك تبكي من خشة الله تسيل دموعك وتأرذقك وتجعلك في قلق شديد وفي خوف من الله عز وجل ولو لم يقضي الله عز وجل عليك بهذه المعصية ربما أخذك الغرور إنك لا تعصي الله وإنك أنت رجل مؤمن وإنك ولي من أولياء الله وإنك واصل وإنك صالح وإنك وإنك فتنظر الناس باحتقار لكن الله عز وجل أراد أن يزلك وأن يزل نفسك وأن يرغم أنفك وأن يجعل أنفك في التراب وأن يعرفك خيمتك وقدرك حتى تكون دائما في انكسار لله عز وجل انكسار فإذا كنت في أنس بالله عز وجل وقضي عليك بزنب فقم مرة أخرى ولا تخف من هذا وانهض واجعل هذه المعصية سببا في وصولك وقل يا رب اغفر لي يا رب اعفو عني يا رب تجاوز عن خطيئتي يا رب بالود الذي كان بيني وبينك إلا غفرت لي وإلا سامحتني وإلا عفوت عني ويظل المستأنس بالله عز وجل يضرع إلى الله ويقف ويتمرغ على عتبة العبودية حتى يقيمه الله عز وجل ويناديه ويناديه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وصلى الله وسلم وبركة لحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى